الحرية من الطرف واحد في اتجاه واحد لا ما نبقى استنى بس عشان انا اصل الموضوع ده بيستفزيني في موضوع استخدام الحريات كل واحد يخد الحق حبيبي عندما تتجاوز حدود المهنة تخدر حقك في التعامل ايه تتجاوز بقى انك تسألني حاجة برا الموضوع برا المباراة لا يبقى من حق اجاوبك بالطريقة اللي تعجبني من حقه ما يجاوبش من حقه ما يجاوبش لا ومن حقه برضو زي انت جاي انت كده بتعتدي على حقي وجاي تستفزيني من حقه دي لك كلمتين لو انت راجل ملتزم في حدود مهنتك ومسؤوليتك والظرف اللي احنا مجتمعين عليه عشان نجاوب لازم اجاوبك ولازم اجاوبك وديك احترامك بالكامل لكن جاي عشان تستفزيني لا انتفت العلاقة اهدرت حقك ما ليكش حقوق عندي اوعى تقولي يا أستاذ ابراهيم يا أستاذ ابراهيم احنا هنا في الاعلام انا بتكلم بقى لو انا راجل بتعامل مع مصدر وانا عارف ان انا بضغط عليه عشان يغلط لان اعارفه مسألة عصبي ما انا بغلطه بظهر اسوأ ما فيه هذه مسألة غير عادلة انك تضغط على واحدة باين اسوأ ما فيه مسألة غير عادلة وانت محمي بانك انت ايه بص ما هي في اللي يجبب لا لا لما واحد يحط لي تليفون في وشي لا لا ده دي عدة حدود المعنى اعمله كده ما تقوليش بقى اعمله كده اضرب ايده انا عارف هو بيحط لي ايه انا عارف هو بيعمل معايا ايه ودك بقصة انا كمان شفت الزميل هاني حتحوط الحياة لما اتعرض لها بيقولك هو من حقه يسأل او من حقه يسأل في المكان الصح لو ما يسألش في الكهرابة والسؤال الصح اللي هو خاص بالحدث خاص بالمباراة لكن هتحاسبنا على الكهرابة اللي في الدور التركي ده مش مؤتمر صحفي عام لو مؤتمر صحفي عام وبعدين يطلعوا بقى بالحقه الناس تسأل عن كل الغضايا المتعلقة لكن ده مؤتمر صحفي بالمباراة فقط ويطلع البهوات دول اللي محتجين لا ده الراجل بتاع جمعية المراسلين اللي عامل بيانة انا ممكن يجيبلكم فيديوهات وهو بيهلل الانتصار الزمالك ده كلام ملوش علاقة بالمهنة على الاتفاق نبارك لك مؤدامة ده كلام ملوش اي علاقة بالمهنة وضوابطها وحواها اذا مسألة واضحة انت بتزوء الناس ملاش دعوة ما تجيش احنا زي ما هم بشر اللي انت بتسأله ده بشر مش مفروض يعني احيانا المدربين بيتكلموا بتعالي انا ضد هذا الكلام احيانا يضيقوا باسئلة ليه علاقة اللي انت هتكتبه بكرة في الماتش في الموضوع في التسعين دقيقة دي لكن كل مرة هتقابلني تعتبر انك بتعمل معي انترفيوك بنقص تقولي بتحب تاكل ايه بتشرب ايه بتقد وقتها فراغك فين حاجات ملاش دعوة بالماتش مش مش يا جماعة المؤتمر الصحفي يا زمل المؤتمر الصحفي خاص بالمباراة اي مباراة فالأسلة تكون في حدودها وإطارها علشان اي مدرب لما يخرج عن الطريبة هو السبب والغلطان لكن في الحدث وفي المباراة كل الزمل من حقهم توجيه لأسئلة اللي يرغبوا فيها عن المباراة واللي يعتد على حق اي زميل وهو بيؤدي الوجب بالطريقة دي احنا طبعا طبعا فنحترم حقوقنا عشان نطالب بها الصديق العزيز الزميل عز الدين الكلوة هو واحد من ابناء المهنة الكبار اللي له باع طويلة في مثل هذه الممارسات كان سأله الأستاذ هاني حتحوت عما جرى نشوف رأي عز الدين الكلوة النهاردة شفنا لقطة لبيتسو موسماني بعد مباراة الأهلي مع الإسماعيلي صحفي كان بيصوره بيصور ردود فعله خلال ما بعد المباراة وهو خارج سأله في النهاية سؤال عن كهرباء اللي عمل السيستم بارح في أول مشاركة لي معها تاي سبور فكان رد فعل انفعالي شديد من موسماني بأنه خد الموبايل من الصحفي ودال لرجل أمن في الأستاذ شفت إزاي المشهد حول حاجة حاجة أنا طبعا كصحفي بتحيز للصحفيين لكن كمان في المهنة لها الإيميش بتاعها والبريستيج بتاعها والإثيكس بتاعها فأنا أعتب على زميل الصحفي أنه راح للراجل بعد مباراة كان فيها شد عصبي وكان فيها كوف وكان فيها ألأ وكان فيها مشاكل كبيرة عايش فيها المدرب ده خلينا بصرف النظر أنه هو مش واخد مكانته على إنجازات الحقاءة فترة قصيرة هو المدرب ده صاحب أكبر مشاكل يمكن في العالم في الفترة دي طب الصحفي غلط في ايه؟ نمرت واحد مش ده المكان المزبوط أنه يروح يقابل فيه المدرب على قط الملعب وهو خارج مدرب منفعل مش مركز مش مجمع يعني أعصابه وتركيزه فيه مدير كورا ممكن يستأذن منه فيه مترجم وأنا أعتبره يعني ميديا أوفيسر زي منه عمرو محب صحفي الكبير وهو مترجم كمان لمسيماني فكان ممكن يروح ينسق أو يستأذن منه عشان تبقى المسألة مرتبة عشان يحافظ على الإيميش بتاعته لكن كمان الخطأ موجود من الزميل في أنه مقدرش الموقف وده كلام بقى في المهنة صحفي محترم لأ كان يقول قول الحق لسان الحق بطريقة مهنية حتى أحيانا الأستاذ هاني حتحوت يسأل الأسئلة بهدف أنه يتلقى إجابات من ناحية المهنية أنا مع السؤال يعني مش هفصره هو بيقول له إيه طب الصحفي غلط في إيه غلط في الكلام اللي إحنا بنقول لده المكان ولا ده السؤال ولا ده الطريقة ولا ده الموضوع صحيح أنا بقول له التلاتة دول مش موجودين يبقى أنت جايلي لسبب رابع من حق أعمل معك أي حاجة ليه بقى أنا ما أنت عش عارف ده ممكن تكون جاء تعتدي علي شرفنك مش جاء تزقيني يا أستاذ إبراهيم ما تديش فرصة للناس لتلاكك يعني أنا ما حبش أشوف أنا بقى ما حبش أشوف نقط الضعف يعني موسيماني نصيحتي بقى خلي بالك لأن الناس متخشت تدايقك دلوقتي في الأول ما كانش كده لكن أعرف أنك متتدايق حيبتدوا يدايقوك حيطلع عصم فيك حتتظلم لأنك أنت ويجوز عصبية موسيماني في الفترة الأخرانية أن الحقيقة الكل دايس عليه ده مش طريق التعامل مع راجل محقق نجاحات نجاحات العالم كله يتحدث عنها وإحنا وشايفينها له مشروع له سياسات له هدف حتى في الربطة هو أنت بيعمل حاجة أنه شايفها وشايف أنه دي نتيجة مقبولة منه وأنه كويس أنه هو عمل كده عشان نعرف أنه عندنا المستويات دي ونعرف نهيئها الراجل عنده مشاكل مش عارف يروح بفرقته إذا كاس العالم الأندية الراجل عنده إصابات مستغرب لها إصابات لا تحدث لأي فريق يمكن على مستوى العالم كل المشاكل دي من حقه تخليه شوية متوتر ما جيش أنا بقى أصطاده وهو متوتر عشان على رأيه الأستاذ عز الدين كلاوي وهو بيقول كده أنا عندي التوترات وعندي انفعلاتي أنت ما جيش تستفزيني ومش بتستفزيني في حقك لو أنا واقف في الزون ولا في وقت ولا في مكانه وبقوله علاقلي على المباراة النهاردة وإيه اللي اخسفته منها وتصرف معايا كده لا يبقى غلطان مية المية لكن ماشي ورايا فسيب ومد يروح جاي قدامه حطيته التليفون بالطريقة دي فوق الشو يعني ايه المطلوب اشتركوا في القناة